السلام اليوم جبت لكم الجلبان بالكفتة البقري طيب في الطاجين بالطريقة المغربية سهلا مهلاكم يمكنكم تحضروا كامل المقادر و تبدي و تدريسوهم وصفة صحية بوزكو فيها الكثير من الخضر بلان دو فيتامين يحتاجهم جسم الإنسان كساس الكبير و الصغير إن شاء الله تعجبكم و تسييوها الأفراد العائلة سيخطوه مع هاد البرد انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف إلى سيتوها لا تنسوش تصوروها و تبرتجوها معنا و المقادر هادوهما يكفيونها للستة أشخاص عندي رطل كفتة البقري و يجب أن نحرق الناس و يجب أن نحرق لها عندي رطل تعلج البن الكنجولة و اللفخة كل واحدة لحسب الي يكون عندها و عندي زوج حبه تعال بصل غابة و لا تمكسيهم في الغبو ستة سنينات تعتم حتى هوا من غابة و حبه زرودية متوسطة مطحونة زوج وريقة تعرند حبه كابوية مقطعة إلى دوائر و حبه طوماتيش حتى هي مقطعة إلى دوائر و ليزي بيس عندي ملح فلفل كحال فلفل حمر زعفران كوركم زريعة قصبور و شوية تاسكن جبير و ينبديه لاب خيباراتي نحطه فيه ثلاثة ملاعق نحط كمية كبيرة على البصل و المتبقي نخليه باش نحرجوا به الكفتة نزيده النص تاع الزرودية نخلطوهم و نفرشوهم في كامل لفون الزرودية هي اللي تخطرنا لصوص و تزيد لها الحلوة في البنة و حتى واحد ما يحس بها نفرش الزرودية على الزرودية لا نحل الزرودية كما اللي نخسلها و كما اللي نقطحها كيت طيب ريمشيات دوب و سيغمو فيها مواد يحتاجها جسم الإنسان ثلاثة نخويه الجلبان نغطيه كامل هاد الكوش التحتانيين و نحطوه الكابوية نصدفوها دو فاسون باش ندكورو بها التاجين نحط معاهم أوراق الرند اندسبونسابل فتاجين تاع الجلبان يحطينا بالنشابة نزيد هادك الباقي تاع البصل و الزرودية مع الكفتة و حتى التوم نقسموها على زوج النص نحطوه في الكفتة و النص نخلطوه مع التوابل ماء افون كونو خلطناهم و نزيدو شوية الكفتة تاعنا و من بعد عادة نخلطوه مع هاد التوم نزيدو عليهم نص كاس تعلمه و نحركو غاية لغاية كل شي و نخويوهم مباشرة على الخضار باش يتشربونا كامل النكاهات و نكملو الضغيساج تاعنا كل شي بارد في بارد نحطوها على نار متوسطة و نفوتو هادك الكفتة نزيدو لها حفنة كمشة تاع القصبر مقطع صغير و ندخلوه فيها غاية مع كامل المقادير اللي حطيناهم في الأول و نبديو نكووروها لبولت كل واحدة على حساب لغاوسر لغاية كل واحدة لغاية كل واحدة لا تكون لها كبيرة بزاف و نمشيو للطاجين تاعنا كيفاش لصوص جانست مع الخضار و شفتو الكوانتات المال اللي حطيتها نغرنيو الطاجين بها دوك البولات و نغطيوها نخليوها 40 مينوط على طريق فى هادي هي النتيجة اللي نتحصل عليها خصريخ بيز تعدار الله الله و طاق على منطق هادي هي الفاصن اللي نحضر بها الطاجين جلبان إن شاء الله هتكون عجبتكم healthy صحية grass au legume و الطياب في الطاجين احسن من الكوكوت و حتى الكفتة اللي استعملتها يكون فيها 15% de matières grass كي تكونوا تعرفوا البوشة ما يكترلكمش معها الشحم كي يضحنها والله حتى الكفتة بالمعرفة مو هي نغمال ما تنبيع بلا كاتيجوري خطر شكراسات و وش حال تحتاج من اللاماتية grass مع الحم سيختلف لغاسترونومي كل شي خاص يكون مضبط هادي هي لغسطات اليوم إن شاء الله ستكون عجبتكم و إلى وصفة جديدة إن شاء الله موسيقى موسيقى